السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم السبت 11 أيار مايو القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورح يظل في برج الجوزاء لغاية الساعة 13 دقيقة من صباح اليوم السبت بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعدها لبرج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 10 و35 دقيقة من صباح يوم الاثنين طبعا القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 13 و12 دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل بعدها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج القمر الآن طبعا موجود في برج الجوزاء معناته منظل منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات صحيح أنه منتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة أقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك ونحاول أنه ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي طبعا هذا الأمر رح يظل مستمر لغاية ساعات الصباح لأنه في عنا خلوم مسار ولكن يعني هذا لازم أنه نذكره لأنه من الآن للصباح فترة من بث الحلقة فلازم نذكرها بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح تتشكل عنا هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة واحدة و48 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسبب لنا نوع من أنواع الاكتئاب وبتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي إلى القمر يعني رح يبدأ الساعة واحدة و48 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 3 و13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي شيء جديد أو عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3 و13 دقيقة صباحا خلاص القمر بيكون انتقل واستقر في برج السرطان عشان هيك من ساعات الصباح منشعر بقوة المشاعر والعواطف وبتصير حساسيتنا زائدة من أي شيء حتى لو كان شيء بسيط ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبانا ولا أطفالنا من ميل القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى عنا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض إنه يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام أو مراقبة أكلنا وشربنا لأنه بالفترة هاي شهيتنا بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأنه حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع أو الاهتمام بالعقارات وبرضو الاهتمام بأطفالنا وأفراد العائلة أو قضى وقت ممتع مع العائلة بالنسبة للزاوية التي تلي عملية الانتقال وهي زاوية وحيدة زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ أي زاوية راح تكون الساعة 6 و 35 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم في يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو أي مواجهة وبرضو هاي زاوية بتسبب خصومات وخصوصا مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نخلد للراحة من وقت لآخر لأنه هذا التحول مضر جدا للصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم أن نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي ونبيب الشعب الهوائية والريئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل أما من ساعات الصباح وطيلة النهار بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا المعدة الكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي وغشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلي في الرئة وأيضا غشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر هاي الأعضاء الأكثر حساسية خلال النهار واللي ما مننصح بإجراء عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء عمليات جراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش جراحة قص المعدة مثلا ممكن لرنج أو تنظير أو أشياء زي هيك ما في أي مشكلة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر طبعا بالطرق التقليدية والأشخاص اللي ما بيعانوا من كثافة الشعر ما في أي مشكلة لا إزالة الشعر أي يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج السرطان خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 9 و 12 دقيقة من صباح يوم الاثنين وبيستمر حتى تمام الساعة 10 و 35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره 3 أيام في تمام الساعة 5 و 6 دقائق صباحا بصير 4 أيام نسبة الإضاءة 25 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 20 خمسة سعيد بنسبة 70 في المية القمر في الجوزاء ورح ينتقل للسرطان زي ما حكينا ورح يضل بالسرطان لأيوم 13 خمسة سعيد الآن بنسبة 5 في المية ساعات الصباح منتحس بنسبة 40 في المية ساعات العصر منتحس بنسبة 10 في المية أما في ساعات المساء يعني قرابة المغرب تقريبا سعيد بنسبة 30 في المية عطارد في الحمل حتى يوم 15 خمسة سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في الثور حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10 في المية المريخ في الحمل حتى يوم 9-6 منتحس بنسبة 25 في المية المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10 في المية زحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 30 في المية وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15 في المية نبتن في الحوت حتى يوم اثنين سبع سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وبلوتو في الدلوب يتراجح حتى يوم اثنين تسعة منتحس بنسبة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بيظل في نشاط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وبيكون في عندكم طاقة عالية جدا وافكاركم نشطة وهي فترة مناسبة للتواصل المثمر مع محيطكم اما من تحذيرات فانتبهوا اثناء قيادة السيارة وخصوصا من ساعات منتصف الليل وما بعد واثناء الحوار والنقاش لان العصبية ممكن تسيطر عليكم اما من ساعات الصباح فهنا بتفضل التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية مثل اعطال او مناسبات او زيارات الاجواء تتعلق ايضا بالبيت بالسكن بالتصليحات بالاشياء اللي من هذا القبيل برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا تتركز جهدكم نحو ضبط شؤونكم المالية لغاية ساعات الصباح ورغم فرصة الحصول على مكسب مالي الا انه فينا فقط متصاعدة فعشان هيك بتكون تجنبوا شراء حاجيات ثمينة منكم اشخاص ممكن يبادر لتسوي مالية او ممكن يعيش فترة امتحان تتعلق بالوضع المالي اما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والتنقلات والاتصالات وبتكون افكاركم نشطة فترة ممتازة جدا للامتحانات وللتواصل مع الغير واحاول انه برضو تضبط اعصابك وانفعلاتك من وقت لا اخر برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا عندكو نشاط وحيوية عالية جدا لغاية ساعات الصباح وبظل في نوع من انواع التركيز والثقة بالنفس نشطين حيويين وعندكو قدرة على مواجهة مشاغلكم شعبيتكم بتكون بتصاعد امام من ساعات الصباح فهنا الاجواء بتركز على الوضع المالي فممكن تعيدوا تنظيم ميزانيتكم وبرضو ممكن تحصلوا على بعض مكاسب مالية او بعض المرابح اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات هبات او نوع من انواع الدعم لالكم ومنكم اشخاص ممكن يبادر للتسوية او سداد بعض الديون بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الفجر ولكن التعب هذا كل اللي بتشعروا فيه كل ما اقتربنا لساعات الصباح بيبدأ يختفي تدريجيا حاولوا فقط بهذا الوقت انه تنجزوا فقط ما هو ضروري وعاجل من العمل اخلدوا للراحة وتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة اعملوا بشكل روتيني اما من ساعات الصباح فهنا الصحة بتبدأ تستقر بزول التعب بتتراجع كل الارهاصات او الضغوطات اللي كنتوا تعانوا منها بالفترة الماضية بتصير عندكم نشاط وحيوية وقدرة على مواجهة مشاغلكم شعبيتكم بتصير في تصاعد وبتفرح لانفراج مهم شخصي او عاطفي برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا بظل النشاط الاجتماعي ولكن بدأ الضغط لان القمر بيقترب من بيت المتاعب فحاولوا انكم ما تفرضوا سلطتكم على اصدقائكم او معارفكم واذا كان في دعوة لحضور حفلة او مناسبة لغاية ساعات الصباح حاول قدر الامكان انك تكون مرن وهادئ بدون اي انفعالات رغم انه في بعض المكاسب الاجتماعية الا انه العصبية وتقلب المزاج موجود لانه في ساعات الصباح القمر خلص بنتقل بيوصل لبيت المتاعب فبتبدأوا تشعروا بالتعب بنال منكم حاولوا فقط خلال هذا اليوم انجاز ما هو ضروري وعاجل من العمل واخلدوا للراحة واتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الان وحتى ساعات الصباح بظل التركيز يعني نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جذارتكم المحافظة على انجازاتكم القائمة بتكثر المسؤوليات وبتشعر ببعض الاضطراب بسبب تقلب الاجواء ولكن اجمالا الاجواء بظل فيها نوع من انواع الايجابية لانه بس هيك بتشعر كأنك بامتحان او ضغط في حياتك اليومية من ساعات الصباح الاجواب تصير اجتماعيا فبتنشطوا اجتماعيا تلتقوا الاصدقاء منكم اشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة وباستطعتك الاتكال على احدهم من علاقاتك او معارفك في سبيل انجاح موضوع او مسئولية او عمل ما اهمش انك ما تماطل اليوم ثابر لانها هاي فترة لازم تنهي فيها اعمالك الضرورية بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيظل النشاط بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الاجانب والامتحانات او المقابلات هي الاشياء المسيطرة لغاية ساعات الصباح او المراسلات الخارجية وهي فترة بظلها واعدة وغنية بكثير من الايجابية والرومانسية وممكن تتروج بنجاح لعملك او ممكن يكون فيه نوع من انواع التعاطف مع الاحبة اما من ساعات الصباح فهو انا ابترغبوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية وعلاقاتكم بالمسؤولين يعني ممكن شوي التركيز يصير على مستوى السمعة او مستوى تعزيز مكانة العمل ممكن يعني فترة جيدة لتقديم الطلبات او مقابلات عمل مثلا او مراجعة المسؤولين ممكن تشعر بالاضطراب شوي او تشعر كأنك في امتحان او ضغط على مستوى حياتك اهم شي انك تثبت جدارتك بانجاز اعمالك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتعيد تنظيم اموركم المالية المشتركة من الان وحتى ساعات الصباح وبظل في تركيز على الامور المالية كبنك ضريبة تأمين اموال الزوج الزوجة مصريف فوتير اشياء من هذا القبيل او ممكن قرض او ميراث يعني تهتم هاي كلها اموال مشتركة ولكن بظل في فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى يجب الحذر من اي خطوة مالية جديدة وظف طاقتك الذهنية بشكل جيد عشان تضع حد للتساؤلات والالتباسات اما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة واللي بدو يتقدم لامتحان او مقابل فهي فترة واعدة وغنية ورومانسية بكل المعاني ممكن تروج لعملك بنجاح ممكن تقدم امتحان بنجاح او تهتم بمواضيع تتعلق بالاجانب او السفر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم اه لغاية ساعات الصباح القمر بظل موجود مقابلكم تماما اه بتظلها فترة مناسبة للقيام بعمل مشترك ولكن يجب الحذر عند التوقيع او عند يعني مراجعة عقد او عند الالتزام مع طرف اخر لانه برضو بدك تنتبه انه عصبيتك ما زالت باوجهة فيصعب التفاهم معك لانه ممكن تتسرع باطلاق كلام غير بغير مكانه او بعصبية او بحدية في ساعات الصباح اه الاجواء بتتحسن شوي بتنشغلوا في ضبط ميزانيتكم او تنظيم اموركم المالية المشتركة مرضو اليوم بيحمل للكم فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى يجب الحذر من اي خطوة مالية جديدة لانه اليوم الطاقة للصرف الفلوس او تضييع الفلوس او انك تكون هدف للمحتالين او النصابين موارد فعشان هيك انتبه للوضع المالي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر الان بده يبدأ بمراحل المقابلة فعشان هيك تشعروا انه ضغط بلش يضغط عليكم بزيادة بينال من صحتكم من تعب اعصابكم يبدأ العمل بالتراكم عندكم رغم انه عندكم قدرة لغاية ساعات الصباح انكم تنجزوا بعض الاعمال او تعززوا العلاقات مع زملائكم ولكن في نوع من انواع العصبية او الدقة لزيادة عن اللزوم او ممكن يكون في خطأ ما بتحاول انك تصححه نظم جدوى الغذاء قد قصد كافي من الراحة اما من ساعات الصباح طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم بتصير فترة هاي مناسبة لعمل مشترك ولكن يجب الحذر عند التوقيع على اي عقد او الالتزام اتجاه الطرف الاخر وبرضو دير بالك من العصبي والانفعال لانه بيصعب التفاهم معك وممكن تتسرع باطلاق كلام في غير مكانه برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من احباكم لغاية ساعات الصباح وتعزيز العلاقة معهم وبرضو بتكون الحضوض قوية شوي بتدعمك في بعض المجالات ولكن بعد منتصف الليل لا تعتمد على الحضوض نهائيا لك تعتمد على مجهودك فترة مناسبة للامور المهنية او العائلية او تلطيف الاجواء او المناسبات او الاحتفالات او فرحة من خبر ما او ممارسة هواية من ساعات الصباح طبعا القمر رح يوصل للبيت السادس معنات وهون التركيز رح يصير على العمل فاليوم تشعر كأنه العمل بيتراكم عندك بدك تحاول انك تنجز بعض الاعمال في نوع من انواع الحدية اثناء التعامل مع الزملاء في العمل حاذر من المشاكل مع المعاونين او مع الزملاء نظم جدول غذاك وخذ قسط من الراحة من وقت لاخر وحاذر من الجدال قدر الامكان اهم شي انك ما تهمل صحتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الان وحتى ساعات الصباح بظل التركيز على مستوى الامور البيتية بحول مثلا ضبط مصالحكم البيتية او العائلية او الامور العقارية وبتميلوا للتقارب مع افراد العائلة او للتعاون معهم رغم انه شوية الاجواء فيها بعض الضغط ممكن تظهر بعض الاعطال او المصاريف او صحة احد افراد العائلة لغاية ساعات الصباح فتطلب منك ضبط الاعصاب من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز العلاقة مع الأحبة بتزداد رغبتكم للتقرب من أبنائكم أو أحبائكم بتكون الحضوظ قوية خلال هذا اليوم ولكن يعني شوي ما تبالغ كمراهنات أو تجرب حظك حاول أنك تستغلها بالاهتمام بنفسك بالأحبة بممارسة هواء المرح أو الفرح هاي أجمل الأشياء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر